تخيل لو أنك وقفت أمام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وقال لك صلى الله عليه وسلم سل حاجتك أي اطلب ما تريد اطلب أي شيء تريده سيجيبك إليه النبي صلى الله عليه وسلم فمن الذي ستطلبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما حدث مع الأعرابي الذي أحسن ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأعرابي أن يزوره ليكرمه وبالفعل جاء هذا الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارته فلما جاء النبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم سل حاجتك فطلب منه هذا الأعرابي ناقة ليركبها وأعنز لأهله يحلبونها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مندهشا ومستغربا قال لأصحابه أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فمن هي عجوز بني إسرائيل؟ وما قصتها مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام؟ وماذا فعلت حتى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون مثلها؟ وما هو الشرط الذي اشترطته تلك العجوز على نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام؟ وكيف أخبرتهم بمكان قبر نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام؟ كل هذا وأكثر نعرفه إن شاء الله في حلقة اليوم فتابعونا مشاهدين الكرام إلى النهاية ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى مشاهدين تسجيل إعجابكم بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناتكم قناة نفحات إن شاء الله تعالى قصة عجوز بني إسرائيل مع موسى عليه السلام وكيف أخبرتهم بمكان قبر يوسف عليه السلام حدث يوماً أن حل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفاً على أعرابي فقام الأعرابي بواجب الضيافة والإكرام فأوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحضر إليه ليكافئه ويجازيه بالإحسان إحسانه فالتقى هذا الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم عقب منصر فيه من غزوة حنين ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاء الأعرابي ورحب به وأكرمه وقال له صلى الله عليه وسلم يا أعرابي سلني حاجتك فقال الرجل ناقة برحلها أركبها وأعنز لأهلي يحلبونها فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الطلب واستصغر همة الرجل إنها فرصة نادرة أتيحت للرجل أن يطلب طلبا عظيما وينشد السعادة الأبدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يطلب حاجته من نبي والنبي دعوته مستجابة كيف لو كان هذا النبي هو خير نبي أرسل الله عز وجل إلى خلقه ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل فتحلق الأصحاب رضي الله عنهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ومن هي عجوز بني إسرائيل يا رسول الله فحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثها وقص عليهم من خبرها وتبدأ القصة في زمن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام فعندما أصبح يوسف عليه السلام عزيز مصر وأحس بعد ذلك بقرب أجله ودنو موته قال عليه السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين قيل وهنا أخذ نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام العهد والميثاق على بني إسرائيل أنه بعد موته إذا خرجوا في يوم من الأيام من مصر أن يحفروا ويأخذوا جسده ليدفنوه في الأرض المقدسة إذ إن فرعون منع أن يخرج الإسرائيليون من مصر إلى أن حدث ذلك في زمن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام في عهد الطاغية فرعون مصر فقد كان فرعون مصر من أشد الناس كفرا وأعتاهم طغيانا وأشدهم ظلما وفجورا قيل إنه لم تشهد البشرية طاغية متجبرا ولا باغيا متسلطا مثله جعل هذا الفرعون الكافر نفسه ندا لله عز وجل ودعا لنفسه الألوهية من دون الله تعالى بل وأنكر وجود الله جل جلاله فقال لقومه وهو الكذوب ما علمت لكم من إله غيري واستباح الفرعون الكافر الطاغية دماء بني إسرائيل وقتل أبناءهم واستحيى نساءهم وعتى في الأرض عتوا كبيرا فأرسل الله سبحانه وتعالى إليه نبيه موسى عليه السلام يدعوه وقومه إلى دين رب العالمين سبحانه وتعالى إلى التوحيد والإيمان والإسلام وترك ما عليه الفرعون وقومه من الكفر والظلم والطغيان ولكن كعادة الملوك الجبابرة الطغاة تماد الفرعون الكافر في كفره وشركه وعناده وظلمه وطغيانه فأرسل الله تعالى إلى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أن يخرج ببني إسرائيل من مصر إلى الأرض المقدسة ولكن فرعون منعهم من الخروج أو أراد ذلك فخرجوا من مصر سرا في الليلة فتبعهم فرعون بجنوده وكانت نهاية الفرعون وجنوده بأن أهلكه الله تعالى ومن معه فأغرقهم في البحر وجعل منهم الآية والعظة والعبرة لغيرهم إلى يوم القيامة وبعد نجات بني إسرائيل من فرعون وجنوده سار بهم موسى عليه الصلاة والسلام ليدخل بهم الأرض المقدسة التي أمره الله تعالى أن يدخلها مع بني إسرائيل وهي الأرض التي كان بها مقام أبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام قبل انتقالهم للعيش في مصر زمن يوسف عليه السلام ولكن موسى عليه السلام قيل إنه ضل الطريق هو ومن معه فقال علماء بني إسرائيل إن يوسف عليه السلام قبل موته قد أخذ العهد على بني إسرائيل أن يأخذوا جسده معهم عند خروجهم من مصر ليدفنوه بالأرض المقدسة وأخبروه أن الطريق لن تتضح حتى يأخذوا معهم جسد يوسف عليه السلام وأنه لا يعرف مكان قبره إلا عجوز بني إسرائيل فقال لهم موسى عليه السلام ائتوني بهذه العجوز فبحثوا عنها وأتوا بها نبي الله موسى عليه السلام فلما رآها موسى طلب منها أن تدله على مكان قبر نبي الله يوسف عليه السلام ليأخذه معه ولكن هذه المرأة الذكية الفطنة المؤمنة التقية اشترطت شرطا عجيبا على نبي الله موسى عليه السلام وقالت إنها لن تعرفه بمكان قبر يوسف عليه السلام حتى يجيبها إلى شرطها وكان شرطها أن تكون رفيقة نبي الله موسى عليه السلام في الجنة فتعجب نبي الله موسى عليه السلام من طلبها وكأنه استعظمه واستصعب أن يحقق لها طلبها لأنه رأى أن هذا العمل الذي ستقوم به لا يساوي بالضرورة أن تكون معه في تلك المنزلة العالية في الجنة أو ربما لأنه لا يستطيع أن يعدها بشيء لا يملكه هو فهو لا يستطيع أن يقول لأحد من نفسه أنه سيكون معه في الجنة إلا إذا أوحى الله عز وجل إليه بذلك وهذا من أدب موسى عليه السلام مع ربه عز وجل وبالفعل أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام في تلك اللحظة أن أعطها يا موسى حكمها وأخبرها بأن الله قد حقق لها أمنيتها وأنها ستكون معه عليه السلام في الجنة وبالفعل دلتهم هذه العجوز على مكان قبر يوسف عليه السلام فعندما أخبر نبي الله موسى عليه السلام هذه المرأة العجوز بأنها ستكون معه في الجنة بأمر الله عز وجل وإذنه قامت المرأة العجوز وتوجهت إلى بحيرة صغيرة قريبة منهم وطلبت منهم أن ينضحوا ذلك الماء ثم قالت لهم احفروا هذا المكان فلما حفروا وجدوا جسد يوسف عليه السلام كما هو وكأنه قد دفن الآن للتو فلما حملوا جسد نبي الله يوسف عليه السلام معهم وضح لهم الطريق وبان كضوء الشمس في رائعة النهار فسبحان الله العظيم جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أنها انطلقت بهم هذه العجوز إلى بحيرة موضع مستنقع ماء فقالت أنضبوا هذا الماء فأنضبوا قالت احفروا واستخرجوا عظام يوسف فلما أقلوها من الأرض إذ الطريق مثل ضوء النهار وهذا الحديث لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء لأن المقصود بالعظام هنا في هذا الحديث هو البدن وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما بدن قال له تميم الداري ألا أتخذ لك من برن يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك قال صلى الله عليه وسلم بلى فاتخذ له منبرا مرقاتين أي له درجتان فهم يطلقون العظام ويريدون البدن كله من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل هذه المرأة كان طلبها من موسى عليه الصلاة والسلام الجنة مرافقته في الجنة فطلبت منه أعظم مطلوب وأشرف مرعوب كانت ذكية كيسة فطنة وهذا الذي أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وعجب أن لم يسأل الصحابة سؤالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون مثل هذه المرأة العجوز وأن تكون الآخرة همنا وأن لا تكون آمالنا حقيرة محصورة في حطام الدنيا وعرضها الفان الزائل ولكن هذا الأعرابي لم تكن همته عالية كهمة هذه المرأة العجوز فلم يسأل عن أمور الآخرة الباقية وهو في حضرة النبي المستجاب الدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ولم يسأل من أمور الدنيا الشيء الكبير العظيم وإنما سأل رسول الله العظيم شيئا حقيرا وعرضا زائلا فانيا قليلا سأل أن يمنح بعيرا وغنيمات يمكنه أن يطلب ذلك كله من أي تاجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم متعجبا أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ أي لأنها كانت امرأة ذاكية كيسة فطنة لم تسأل موسى عليه السلام عرضا من أعراض الدنيا الزائل بل سألته مرافقته في الجنة وذلك أعظم المطالب فقال أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ قال صلى الله عليه وسلم قاصا لهم من خبرها إن موسى عليه السلام لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق فقال موسى ما هذا؟ أي ما الذي أوقعنا في هذا؟ فقال علماؤهم إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا أي بدنه قال موسى عليه السلام فمن يعلم موضع قبره؟ قال أحدهم عجوز من بني إسرائيل فبعث إليها فقال موسى عليه السلام لها دليني على قبر يوسف قالت حتى تعطيني حكمي قال وما حكمك؟ قالت أكون معك في الجنة فكره موسى عليه السلام أن يعطيها ذلك فأوحى الله عز وجل إليه أن أعطها حكمها فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء فقالت أنضبوا هذا الماء فأنضبوه فقالت احتفروا فاحتفروا فاستخرجوا عظام يوسف فلما أقلوه إلى الأرض فإذا الطريق مثل ضوء النهار رواه الحاكم وأبو يعلى وصحاحه الألباني فجاءت قصة عجوز بني إسرائيل ليعلمنا منها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن لا تكون الدنيا همنا الأكبر وأن لا تشغلنا عن الآخرة وقد تطلع كثير من الصحابة رضي الله عنهم من أصحاب الهمم العالية والإرادة القوية والعزائم الشديدة إلى أعلى المنازل وأرفع الدرجات فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم أن المؤمنين يدعون يوم القيامة إلى أبواب الجنة حسب أعمالهم التي تميزوا بها فمنهم من يدعى من باب الجهاد ومنهم من يدعى من باب الصدقة ومنهم من يدعى من باب الريان تطلع أبو بكر رضي الله عنه إلى منزلة عالية وشرف أسمى أن يدعى من جميع الأبواب كلها واستفسر سائلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على الرجل من بأس أن يدعى من كل الأبواب فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك ممكن وقال له صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر اللهم أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاءه وأعطه سؤلة وجعلنا منهم يا رب العالمين ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سبعين ألفا يدخلون الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا سابقة عذاب تطلع كاشة بن محصن رضي الله عنه إلى أن ينال شرف المرافقة لهذه الصفوة المختارة من البشر فأسرع فقال أدعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم فكانت ساعة إجابة من رب العالمين جل جلاله فقال له صلى الله عليه وسلم أنت منهم فقام رجل آخر بعده وطلب نفس الطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة وهذه منح ونفحات وعطايا ورحمات يتنزل بها رب العالمين وقت ما شاء لمن شاء اللهم اجعلنا من أهل النفحات والرحمات والعطايا والبركات والإحسان يا رب البركات وكان ربيعة بن كعب رضي الله عنه يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم له وضوءه أي الماء الذي يتوضأ به صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام يوما سلني حاجتك يا ربيعة فقال ربيعة رضي الله عنه أسألك مرافقتك في الجنة فقال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك قال هو ذاك لا أسألك غيره فقال صلى الله عليه وسلم فريحا بربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود ولذا ينبغي عليك عزيز المشاهد أن إذا سألت الله عز وجل أن لا تسأله عن أمور الدنيا فقط سل من أمور الدنيا ما شئت ولكن لا تنسى أمر الآخرة فهو خير وأبقى وأعظم قال الله جل جلاله فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق اللهم اجعلنا من الصنف الآخر ممن قلت فيهم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين ولذلك حذرنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم قائلا من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له اللهم اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين وفي الختام لا تنسوا مشاهدين الكرام تسجيل إعجابكم بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد منا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة